فرحة الطفلة أمت الرحمن لا يمكن وصفها اليوم بعد حصولها على ملابس العيد أخيرا من خلال مبادرات أهلية خيرية أطلقت هنا في صنعاء واستهدفت كمرحلة أولية ما يزيد عن 500 طفل وطفلة من أسر الفقراء والمحتاجين الذين يعانون ويلات حرب التحالف نحن فرحة لأننا استلمنا كسوة العيد بسبب مساعدة اليمنيين لأننا كنا زمان بسبب المعاش كنا يكتونا لكن ذا الحين بسبب الحروب ما عدك سورش وقطع المعاش ما خلونا نشاري بدلات ولا خلونا نشاري صنادر ولا خلونا نشاري أي حاجة من الحرب نحن فارحين جوا وزعوا لنا بدلات العيد فارحين جدا ضمن هذه المبادرات مبادرة شبابية يشارك فيها 30 شابا وشابا وبشكل فردي بعيدا عن دعم المنظمات الدولية التي لم تقدم لهم شيئا وتستهدف الحملة في الأيام القليلة القادمة مساعدة ألفي طفل وطفلة نسمع عن ملايين الدولارات التي تبذل لأطفال يمن لكن بصراحة في الواقع إحنا لم نجد منها شيء لم نجد منها أي شيء المساعدة هذه الذين قبل اليوم مساعدة ذاتية ومن منظمة جاستيس مقدمة منظمة جاستيس ومن فعالين الخير من التجار قمنا بإحالة عدد 550 طفل بدون كسوة عيد قامت منظمة جاستيس بدعم الأطفال من سن صفر إلى 18 سنة من أجل أن تسود الفرحة حرب التحالف السعودي أفقدت ملايين الأطفال في اليمن متع الحياة بكل أشكالها وأحيانا كثيرا كانوا هدفا مباشرا لها وهذه المبادرات محاولة لإدخال الشعور بالفرح ولو قليلا على قلوب الأطفال وتعزيز قدرتهم على الصمود ومواجهة هذه الحرب لا توقف للمبادرات الخيرية التي تخفف من وجع الفقر والحاجة لدى اليمنيين بأيد اليمنيين أنفسهم حيث توزع اليوم ملابس العيد للأطفال علّها تدخل جزءا من الفرح الذي انتزع منهم نتيجة استمرار حرب التحالف السعودي أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين نهاية